بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعزائي طلبة الفيزياء النووية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستكون هذه المحاضرة هي أول محاضرة لنا وسنبدأ بإذن الله بوصف لمادة الفيزياء النووية وأخذ بعض المصطلحات النووية لهذا الفصل التي تهمنا كما ذكرنا سابقا لأن الشابتر نمبر ون يعني أثقل من الفصول اللاحقة لكن نحاول إن شاء الله أنه نبلش بسلاسة معينة أرجو أن يفهم حتى إذا بعض الأمور لم تفهم سوف ندرسها إن شاء الله في الفصول اللاحقة لكن في هذا الفصل سيكون زخم المادة هنا زخم المادة لأنه سنعطي معظم الترمولوجي الخاصة بمادة الفيزياء النووية فنبدأ على بركة الله سنتحدث عن بيسيك آيدياز أند كونسبت إن نوكليار فيزيكس بعض الأفكار البسيطة وبعض المصطلحات في الفيزياء النووية ونبدأ بوصف تاريخي هذا الوصف التاريخي نبدأ مع راذرفورد وراذرفورد إيرنست راذرفورد هذا العالم عالم كبير جدا يعتبر هو عبارة عن الأب الروحي للفيزياء النووية consider the father of the nuclear physics يعتبر الأب فعلا لهذه الفيزياء اللي هي الفيزياء النووية لأعماله الكثيرة التي أسمت في تطور علم الفيزياء فراذرفورد شارك تمسون في عمله في اكتشاف الإلكترون he joined تمسون in his work that led to discover the electron التي قادت إلى اكتشاف الإلكترون فكان راذرفورد مع تمسون أيضا he coined the term alpha and beta ray in the nuclear reaction هو الذي coined يعني هو الذي أعطى اسم coined يعني كأنه طبع أو أعطى اسم alpha decay or alpha ray و beta decay or beta ray لبعض التفاعلات للتفاعلات النووية أو بعض التفاعلات النووية التي تحدث فيها alpha decay وال beta decay سنتعرف عليها لاحقا إن شاء الله الآن أيضا قام بتجربة عظيمة جدا التي أدت إلى إظهار الموديل الحقيقي للذرة فمن خلال gold foil experiment اللي هي ورقة الذهب أو شريحة الذهب شريحة الذهب التي أطلق عليها جسيمات ألفا أطلق عليها جسيمات ألفا من خلال هذه التجربة طبعا هذه في الفيزياء الحديثة مشروعة في الكمية أيضا الكمية اثنين شرحنا جزء منها فعندما أطلق جسيمات ألفا على صفيحة الذهب الرقيقة جدا اكتشف ترتد نحو 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 الخلف لكن وجد بأن معظم هذه الجسيمات الجسيمات ألفا نفدت من خلال صفيحة الذهب الرقيقة دل ذلك على أن معظم حجم الذرة فراغ وأن كتلة الذرة تتركز في الوسط وسمية نواة تتركز في الوسط إذن هذا ما وجد بأن معظم حجم الذرة فراغ معظم فراغ حوالي 99% منها فراغ وهناك موجود في وسط هذا الفراغ أو في مركز هذا الفراغ جسيم ثقيل جسيم ثقيل الذي يحمل كتلة الذرة بشكل كامل أو بشكل شبهة تقريبي سمي نواة وهو موجب الشحنة تحمل شحنة كهربائية موجبة ومحاطة بغيمة من الإلكترونات الإلكترونات تعتبر Point Charges Point Charges يعني Point لما نسمي Point Charge أو Point Particle بمعنى آخر أنها متناهية في الصغر متناهية في الصغر صغيرة جدا جدا فإذا تملأ الفراغ حول هذه النواة طبعا إذا بدنا نشبهها نشبهها بالنظام الشمسي مع أنه هي أضخم من النظام الشمسي يعني نسبيا فالشمس هي نواة النظام الشمسي وهي تحمل كتلة النظام الشمسي كتلة النظام الشمسي معظمها تساوي كتلة الشمس لأنه باقي الكواكب هي كواكب صغيرة يعني جميع الكواكب لا تساوي جزء يسير جدا من الشمس وباقي المجموعة الشمسية هي عبارة عن فراغ يعني بين الشمس والأرض فراغ شاسع بينهما عدة كواكب مثل العطارد مثل مثل الزهرة وهكذا قريبة هاي بين وبين الشمس لكن فراغ فراغ يعني قديش قديش تحجز من الحيز للنظام الشمسي فراغ فالآن الذرة أيضا نفس العملية عبارة عن نواف الوسط وباقي باقي حجم الذرة هو عبارة عن فراغ مليء بالالكترونات اللي هي صغيرة للحجم صغيرة جدا 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 فلذلك جسيمات ألفة عندما أطلقت باتجاه صفيحة الذهب الرقيقة جدا معظمها نفذ 99% أو 90% منها نفذ نفذ فالآن راذر فورد هنا وضع نموذج للذرة نموذج جديد للذرة طبعا نحتج عليه العلماء لكن هذا احتجاجهم تم رده عن طريق راذر فورد وعالم آخر اسمه بور هذا نأخذه عادة بالفيزياء الحديثة والفيزياء الكيمية أعتقد لازم تكونوا تعرفوا قصتهم الآن أيضا راذر فورد شارك العالم شادويك جي شادويك في 1932 في اكتشافه لنيوترون النيوترون هو عبارة عن جسيم متعادل الشحنة جسيم متعادل للشحنة وموجود موجود في النواة هو من الأشياء التي تكون النواة النواة مكونة من بروتونات ونيوترونات بروتونات ونيوترونات فشادويك كان 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 رئيسه في العمل اللي هو عبارة عن راذرفورد راذرفورد طبعا هذا بالنسبة لمقدمة تاريخية الآن يا جماعة نحن دراستنا نحن راحين نهمل الذرة لكن نحن سنركز على النواة النواة الفي الوسط ما بدنا نهمل الإلكترونات نهمل الإلكترونات فقط نركز على النظام النووي النظام النووي النووي اللي هو النواة الموجودة في الوسط فالآن النواة يا جماعة هي عبارة عن Mysterious Object هي عبارة عن جسيمة غامضة لحد الآن غامضة ليش؟ لأنه القوة التي تربط هذه الجسيمات لحد الآن غامضة صحيحة صحيحة نتعرف على بعض من خصائص هذه القوة التي تربط البروتونات والنيورترونات داخل النواة لكن لم نتعرف عليها كاملة لم نصل إلى قانون قانون نستطيع كتابته للقوة النووية التي تربط هذه الجسيمات مثلا في ذرة الهيدروجين البروتون والإلكترون نعرف القوة بينهما قوة كهربائية قوة كهربائية والقوة الكهربائية معروفة هي عبارة عن 1 على 4 باي إبسلون نوت في كيو 1 كيو 2 اللي هي الشحنة رقم 1 ضرب الشحنة رقم 2 على R تربيع المسافة بينهما لكن هنا في القوة النووية لم نستطع أن نتوصل إلى قانون محدد عرفنا بعض الخصائص أن القوة النووية تعتمد على كذا وكذا وكذا لكننا تستطيع للآن كتابة قانون للقوة النووية للقوة النووية فلذلك تبقى تبقى النواة هي عبارة عن جسيم غامض لحد ما السبب في ذلك أنه أيضا النواة تحتوي على بروتونات ونيوترونات بروتونات ونيوترونات طبعا إحنا ما ذكرنا لازم أن أجبتلكوا صورة بس هاي معروفة من الفيزياء الحديثة البروتونات ونيوترونات البروتونات النيوترونات متعادلة الشحنة تحمل شحنة كهربائية تساوي صفر لكن البروتونات شحنات موجبة موجبة الشحنة الكهربائية طيب موجبة الشحنة الكهربائية يكون بينها تنافر فكلما كانت المسافة بين الشحنات أقل وأقل كلما كانت قوة التنافر كبيرة جدا فلذلك هذه البروتونات الموجودة في النواة قديش المسافات البينية بينها مسافات البينية بينها تقول إلى الصفر بما أنها تقول إلى الصفر احنا عندنا قانون القوة يتناسب مع 1 على R تربيع فلما ال R تقول إلى الصفر 1 على صفر تربيع اللي هي 1 على الصفر هلأ لـ고요 يقول للمال النهاية فإذا قوة التنافر الكهربائية بين البروتونات في النواة كبيرة جدا جدا لكن هذه الإلكترونات مش قادرة مش قادرة تتنافر مش قادرة تبتعد عن بعضها بعضا بسبب وجود قوة أخرى أكبر من القوة الكهربائية أكبر من قوة التنافر الكهربائية وهي عبارة عن القوة النووية القوة النووية الحكيت لكم لحد الآن لم نستطع الوصول إلى قانون لهذه القوة لكن عرفنا بعض خصائصها ونحن نسعى الآن أن نتعرف على كامل خصائصها من أجل أن نستطيع أن نصيغ ذلك ونضع ذلك في إطار رياضي أو نضع القانون ضمن إطار رياضي أو قانون رياضي الآن فهو مستيريس أبجيكت يمكن أن نعبر عنها بعدد من المتغيرات أو المتغيرات أو المتغيرات طاقة ربط كهربائية طاقة ربط كهربائية هذه الطاقة شو تساوي تساوي كما تذكرون من الفيزياء الحديثة والكمية الثنين إذا أخذتوها اللي هي عبارة عن ناقص 13.6 بالعشرة إلكترون فورت ناقص 13.6 بالعشرة إلكترون فورت ليش السالب؟ السالب لأنها عبارة عن طاقة ربط طاقة ربط أي بمعنى أن الإلكترون الإلكترون جسيم مرتبط أو باوندد فنحن نحتاج من أجل تحرير هذا الإلكترون نحتاج على الأقل 13.6 بالعشرة إلكترون فورت من أجل أن نفصل الإلكترون عن البروتون ويصبح الاثنان حران يصبح الاثنان حران طليقان فلذلك هذه تسمى البايندينج انرجي أو إلكترون بايندينج انرجي في ذرة الهايدروجين طاقة الربط الكهربائية لكن إحنا في عنا في النواة نتحدث عن النواة ما الذي يربط البروتونات ونيوترونات جميعها مع بعضها بعضا شو اللي يربطها؟ اللي يربطها هو عبارة عن البايندينج انرجي أو إحنا يفترض أن نسميها نوكليار بايندينج انرجي بس إحنا هنا نتحدث عن نوكليار فلذلك أنا ما كتبت كلمة نوكليار لكن هي في الحقيقة إذا أنا جبت فيه سياق لوحدها لازم نقول نوكليار بايندينج انرجي أيضا من المتغيرات اللي رايحين نتحدث عنها اللي هي عبارة عن الأنجلر مومنتوم والأنجلر مومنتوم للأسف موجود في الكوانتوم 2 وأعتقد يعني الجزء منكم لم يدرس الكمية 2 لم يقم بدراستها فلذلك من هنا يأتي ثقل هذا الشابتر من هنا أيضا في عندما يسمى الباريتي الباريتي سوف نتعرض لها لاحقا إن شاء الله هناك أيضا اللي هي عبارة عن لنها وفي عندما وفي عندما وفي عندما وفي عندما وفي عندما وفي عندما مستويات الطاقة ومستويات الإثارة لكل نواه هنالك مستويات إثارة مختلفة لكل نواة هنالك مستويات إثارة مختلفة طيب خلينا أنا أشبهها بذرة الهيدروجين يعني حتى للأسف ذرة الهيدروجين مدروسة إحنا درسناها في الكمية 2 في الكمية 2 لكن في الكمية 1 أيضا هنالك الـ Infinite Potential Will خلينا أنا أعطي مثال على ذرة الهيدروجين ذرة الهيدروجين الطاقة فيها ناقص 13.6 بالعشرة على N تربية ناقص 13.6 بالعشرة على N تربية الآن N اللي هي عبارة عن Principle Number وهي عبارة عن Integer Number هي عبارة عن رقم صحية فلذلك مستوى الطاقة الأول لما تكون الـ N تساوي 1 تطلع الطاقة ناقص 13.6 بالعشرة ويأخذتها بالتوجيه مستوى الطاقة الثاني لما الـ N تساوي 2 هذا يسموه مستوى إثارة الأول مستوى الإثارة الأول لأنه الآن ذرة الهيدروجين تمتلك طاقة زائدة فأنا رفعتها إلى مستوى الطاقة الأول تمتلك طاقة زائدة فمقدار طاقة هذا المستوى ناقص 13.6 بالعشرة على 2 تربيع والتي تساوي تقريبا أعتقد 4.3 بالعشرة بالسالب طبعا Electron Volt الآن إذا بدأ أرفعها للمستوى الآخر يسمى Second Excited State فإذا في كل نظام فيزيائي كمي في كل نظام فيزيائي كمي هناك Ground State اللي هي طاقة ما يسمى الوضع المستقر Ground State والطاقات التي تأتي أعلى منه طبعا هي مكممة طبعا طاقات مكممة الطاقات التي تأتي أعلى من ذلك تسمى Excited States وكل نظام له Excited States مختلف عن الآخر وهكذا بالنسبة للأنوية الأنوية لها Excited States مختلفة عن بعضها بعضا أيضا النقطة الأخيرة اللي راح نتحدث عنها إذا كانت هذه الأنوية مستقرة Stable or not يعني not stable بعض الأنوية مستقرة هذه الأنوية مثل ذرة أنوية الحديد أنوية الكوبلت هذه الأنوية تدوم فترات طويلة جدا ملايين السنين ولا تتحلل تبقى عن نفس النواة لكن في بعض أنوية لا بعض أنوية تتحلل وتتحول إلى أنوية أخرى عن طريق مثلا أخذت سابقا أعتقد في الثانوية العامة اللي هو مثل الألفا ديكي مثل نواة اليورانيوم نواة اليورانيوم عندما عندما في بعض أنوية اليورانيوم قد تضمحل اضمحلال عادي اضمحلال عادي إنها تطلق جسيمات ألفا وتتحول إلى نواة أخرى فهذه الأنوية نسميها أنوية غير مستقرة راح نتعرف عليها راح نتعرف عليها الآن يا جماعة A given X atom كيف أعبر عن النواة خلينا نفترض في عندي الاتوم بدي أرمزلها بالرمز X الذرة X مثل ذرة الصوديوم مثل ذرة الكاليسيوم مثل ذرة الهايدروجين مثل ذرة الهيليوم وهكذا خلينا بشكل عام نسميها X هذه الذرة إذا بدي أعبر عنها تعبيرا نوويا بدي أعبر عن نواة هذه الذرة وعبر عن نواة هذه الذرة كيف أعبر عن نواة هذه الذرة نكتب X رمز الذرة من اليسار في الأعلى نكتب A من الأسفل نكتب Z ومن اليمين في الأعلى نكتب N عادة هاي ما نكتبها N بس in general بدي أوضحها هنا فالآن يا جماعة في في هذه النواة نواة الذرة X تتميز بوجود ما يسمى عدد كتلي عدد كتلي وتتميز بوجود ما يسمى عدد ذري وتتميز بوجود عدد نيوترونات فيها ليش لأن النواة منيش مكونة يا جماعة النواة مكونة من بروتونات ومن نيوترونات بروتونات ونيوترونات فالآن X لنفترض مثال كاليسيوم CA هذا رمز الكاليسيوم هذه هي الذرة كاليسيوم 42 ما كتبت ال N هنا عمداً أنا ما كتبت ال N هنا لأنه عادة ما تكتب ال N ما تكتب ال N حتى مرات في كثير من الأحيان الرقم 20 لا يكتب يكتب 42 فقط 42 لكن احنا تعاملاتنا بنا نتعامل مع هذين الرقمين في بعض الكتب قد تكتب لك ال N هنا بس ما في داعي ما في داعي هل سأقوله الكل الآن ال X is the chemical symbol اللي هو الرمز الكيميائي للذرة of the atom في حالتنا هاي شو هو الذرة الذرة هي الكاليسيوم فأنا أتحدث في الفيزياء النووية عن نواة الكاليسيوم أنا ما أتحدث عن ذرة أنا أتحدث عن نواة الكاليسيوم نواة الكاليسيوم لما تشوفوا هذه الأرقام من هنا شوفوا الأرقام رقمين على على اليسار واحد من الأعلى واحد من الأسفل أنا لا أتحدث عن كيميا ما أتحدث عن atom and molecular physics أنا أتحدث عن أنوية نواة لما تشوف هالرقمين الآن الز is the protons the protons اللي سموه atomic number atomic number اللي هي عدد البروتونات في هذه النواة عدد البروتونات في هذه النواة عدد البروتونات البروتونات اللي هي تحمل الشحنة الموجبة تحمل الشحنة موجبة الآن عدد البروتونات في هذه الحالة 20 بروتون 20 بروتون الآن A is the mass number اللي هو العدد الكتلي العدد الكتلي ما هو العدد الكتلي من اسمه عدد وهو عدد صحيح عدد صحيح ما يأخذ كسور عدد صحيح لأن نسميه عدد كتلي mass number العدد الكتلي يساوي عدد البروتونات داخل النواة زائد عدد النيوترونات عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات داخل النواة فالA mass number يساوي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات حيث N ترمز إلى عدد النيوترونات وضعتها بالنقطة عدد النيوترونات فالآن A يساوي في حالة النواة الكاليسيوم يساوي 42 42 42 في الأية تساوي 42 فإذن هذه النواة نواة الكاليسيوم تحتوي على 42 بروتون و نيوترون تحتوي على 42 بروتون ونيوترون هناك 42 جسيمة مرات نسميه جسيمات نووية مرات نسميه نوكليون نوكليون الآن 42 جسيمة نووية منها بروتونات ونيوترونات خليط الآن عدد النيوترونات لماذا لا يكتب عدد النيوترونات هنا لأنه أنا أستطيع أن أجيبه من هذه المعادلة هذه المعادلة الآن شو تساوي تساوي A-Z صحولة لا فالآن الآن في هذه الحالة اللي هي الـ A 42 ناقص 20 شو يكون عدد النيوترونات يكون عدد النيوترونات 22 نيوترون 22 نيوترون الآن نيوترال أتم نتحدث هنا عن الأتم آخر نقطة تحدث عن الأتم نيوترال أتم اللي هي النواة 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 الذات الشحنة صفر شحنة كهربائية صفر نيوترال نيوترال أتم نيوترال أتم نيوترال أتم نيوترال أتم نيوترال أتم أو لا تمتلك إلكترونات زيادة Neutral Neutral Atom Net Charge لها تساوي 0 تتميز بأنه عدد بروتوناتها يساوي عدد إلكتروناتها الإلكترونات شو شحنتها سالبة والبروتونات شو شحنتها موجبة فالآن عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة فالآن الشحنات الموجبة مع الشحنات السالبة تلغي بعضها بعضا لأنه أعدادها متساوية والشحنة المحصلة شو تساوي تساوي صفر لأنه شحنة البروتون وشحنة الإلكترون مقدارا متساوية مقدارا متساوية وتساوي تساوي الرمز مقدارا متساوية لكن نوعا مختلفة هاي موجبة وهاي السالبة فلذلك Neutral Atom Net Charge لها تساوي صفر طيب يا جنوب أنتقل إلى موضوع آخر اللي هو Nuclear Landscape Nuclear Landscape اللي هي الخارطة النووية الخارطة النووية خارطة الأنوية Nuclear Landscape خارطة الأنوية الموجودة في الطبيعة تبلش من نواة الهايدروجين نواة الهايدروجين والهايدروجين عادة يعني لا تسمى نواة في بعض الأحيان لا تسمى نواة ليش؟ لا تسمى نظام نووي حقيقة السبب في ذلك هاي ممكن نجيب لكم إياها في الامتحان لا تسمى نظام نووي لماذا؟ لأنها لأنها لأن هذا النظام يحتوي على بروتون فقط بروتون ما في أكثر من بروتون بروتون 1 ولا يوجد نيوترونة فلذلك هذا الهايدروجين تتميز العدد الكتلي 1 عدد البروتونات 1 عدد النيوترونات 0 فإذن العدد الكتلي هو فقط بروتونات وهو بروتون 1 بروتون 1 هل هنالك قوة نووية متبادلة؟ لا مع إيش بتكون القوة النووية متبادلة؟ بتتكون متبادلة مع جسيمات نووية بروتون مع بروتون أو بروتون مع نيوترون أو نيوترون مع نيوترون السأل ما في عندي إلا واحد فهذا نظام لا يعتبر نظام نووي لكن على كل الأحوال الخارطة النووية تبلش من الهايدروجي تبلش من الهايدروجي في عنا يا جماعة 3000 تقريبا different نوكلياي هاي خطأ نوكلياي جمع أعدلها إن شاء الله نحن لدينا 3000 تقريبا نوكلياي 3000 نواء نواء مختلفة في عنا فقط 288 منها مستقر هذا معروف إنه مستقر مستقر or stable stable for some time ممكن stable for some time يعني لمدة مثلا سنة سنتين يوم يومي وهكذا 82 منها stable and the rest are unstable والبقية غير 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 مستقرة the different نوكلياي can be described as الآن الأنوية المختلفة هاي الثلاث آلاف الأنوية المختلفة تتصف بالآتي قبل ما أذكر بعض الوصف هناك عبارة عن خمس مصطلحات لوصف هذه الأنوية خلينا أنتقل للاندسكيب وراح أوريكم إياها على النت هذه هي الاندسكيب هذه هي خارطة الأنوية خارطة خارطة الأنوية نحظو خارطة الأنوية تبلش من هنا اللي هي تبلش من واحد واحد طبعا هنا هي مش من الصفر تبلش تبلش عفوا هنا عدد نيوترونات شايفينها عدد نيوترونات هنا صحيح صفر بس هنا تبلش من عند الواحد ما بين الواحد اللي هي عبارة عن الهايدروجين الهايدروجين ثم تبدأ بالزيادة فلاحظوا لاحظوا هذه خارطة الأنوية هذه جميع الأنوية المعروفة جميع الأنوية المعروفة الآن لاحظوا يا جماد هذه الأنوية في أنوية طبعا هي مربعات صغيرة مربعات صغيرة عددها للإجمال تقريبا من 3000 مربع 3000 مربع هناك لاحظوا مربعات أو أنوية تتميز باللون الأسود هذا اللي تتميز باللون الأسود هذه تعتبر أنوية مستقرة أنوية مستقرة شايفينها يا كاتبينها هنا stable مستقرة قد تدوم إلى ملايين السنين ولا تتغير الآن باقي الأنوية لها ألوان مختلفة حسب اللون يكون نصف العمر نصف العمر هنا بالsecond هنا half life نصف العمر اللي هي الزمن اللازم لتحلل نصف عينة من الأنوية الآن لاحظوا اللون الأخضر المصفر الأصفر قديش بالseconds وهكذا لاحظوا اللون الأزرق البعيد اللي هو أقلها نصف عمر فكلما ابتعدنا عن الأنوية المستقرة اللي هي باللون الأسود شو يصير نصف العمر يصير نصف العمر أقل وأقل وأقل بمعنى آخر ممكن أنه هذه الأنوية تتشكل فقط لمدة واحد مايكرو سكند يعني واحد بالمليون من الثانية ثم تضمحل مرة أخرى تضمحل مرة أخرى طيب هذه خارطة الأنوية هاي خارطة الأنوية تبلش من الهايدروجين وللأعلى طيب يا جماعي خلينا أرجع للنقاط اللي فور فإذن هذه الأنوية المختلفة يعني ممكن أني نصف بعض منها بعدة مسميات بعدة مسميات أول إشي بدنا ندرس أول خاصية اللي هي النوكلايد نوكلايد هذا المصطلح نوكلايد النوكلايد هي عبارة عن الأتم أو النوكليوس أو مرات يسموه أتم مكنوكليوس النوكلايد بمعنى آخر اللي هي النوة مسمى آخر للنوة مسمى آخر للنوة التي تحمل عدد معين من النيوترونات وعدد معين من البروتونات إلها عدد معين من النيوترونات والبروتونات هيسموها نوكلايد نوكلايد مثلا كاليسيوم اللي هي عبارة عن عشرين اثنين وعشرين أو اثنين وعشرين وعشرين حسب الـ N والز هيسموها نوكلايد نوة الآن في عنا المسمى الآخر اللي هي الآيسوتوبس الآيسوتوبس هي عبارة عن نوكليتز اللي هي أنوية نوكليتز with same proton number لها نفس الرقم لها نفس الاتوميك نمبر لها نفس الاتوميك نمبر عدد البروتونات هو نفسه لكن عدد النيوترونات هنا مختلف عدد النيوترونات مختلف مثال على ذلك مثلا كاليسيوم 40 كاليسيوم 41 كاليسيوم 42 لاحظوا أنه صار تحتمد على رقم 1 لاحظوا أنه عدد البروتونات 20-20-20 فإذا لم يختلف عدد البروتونات إذا لم يختلف عدد البروتونات معناته النواة تبقى نفس الذرة نفس مسمى الذرة لا يختلف المسمى الكيميائي لا يختلف المسمى الكيميائي ليش؟ لأن المسمى الكيميائي عليهش يعتمد؟ يعتمد المسمى الكيميائي على عدد الإلكترونات فإذن هاي عدد الإلكترونات فيها يساوي 20 ليش؟ لأنه عدد البروتونات فيها 20 فعدد الإلكترونات فيها 20 هاي نفس العملية عدد الإلكترونات فيها 20 لأنه عدد البروتونات فيها 20 هاي عدد الإلكترونات فيها 20 لأنه عدد البروتونات فيها 20 فلذلك المسمى لا يختلف لا يختلف المسمى النوا لأن الذرة لا تختلف كيميائيا لا تختلف نفس التفاعلات الكيميائية تتم لهاي تتم لهاي لكنها هذه الأنوية من ناحية الفيزياء النووية هذه أنوية مختلفة مختلفة شو يسموها؟ يسموها آيسوتوبس فالآيسوتوبس تشترك بنفس الأتوميك نمبر لكن باختلاف النيوترون نمبر فهنا عدد النيوترونات كم؟ 40 ناقص 20 20 41 ناقص 20 كم؟ 21 42 ناقص 20 22 هيسموها كاليسيوم آيسوتوبس كاليسيوم آيسوتوبس الآن في عنا مصطلح آخر آيسوبارس آيسوبارس الآيسوبارس اللي هي نوكلايد with same mass number اللي هي أنوية لها العدد الكتلي نفسه لكن different number of protons different number of protons different number of protons different number of neutrons بس بشكل عام different number of protons لاحظوا كاليسيوم 40 بوتاسيوم 40 لاحظوا نفس العدد الكتلي هذه الأنوية تسمى آيسوبارس آيسوبارس لها نفس العدد الكتلي نفس العدد الكتلي الآن في عنا المجموعات من الأنوية تسمى آيسوتونز الآيسوتونز اللي هي نوكلايد with same neutron number and different mass number لها نفس عدد النيوترونات نفس عدد النيوترونات هاي سموها آيسوتونز آيسوتونز فلذلك الآيسوتونز مثل الكاليسيوم 40 بوتاسيوم 39 قديش عدد النيوترونات هنا 40 ناقص 20 20 هنا قديش عدد النيوترونات 39 ناقص 19 20 فعدد النيوترونات متساوي هاي سموها آيسوتونز في عنا ما يسمى الآيزومارس وهي الآيزومارس راح أذكر لكم إياه إن شاء الله بعد شوية لما ندخل إلى السلايد اللي بعده هاي لها two different ممكن أسميهم ground states ground states لها لها مستويي طاقة مستويي طاقة الأول نسمي ground state الأول نسمي ground state الثاني نسمي stable states فهذه الأنوية نسموها آيسومارس آيسومارس مثال على ذلك راح أذكر لكم إياه اللي هو عبارة عن الارسينيك 82 الارسينيك 82 هاي second stable state عنده ground state عنده ground state الground state اللي هو لما يكون النظام في أخفض حالات الطاقة تكون طاقته أقل ما يمكن فما عنده طاقة زيادة لا يتحلل إذا كانت عنده طاقة زيادة شو بده يصير بده يفقد طاقته زيادة على شكل إشعاعات كهرومغناطيسية فالground state خلص هذه فيه أخفض نقطة طاقة فيه أخفض نقطة طاقة لا يتحلل لكن الارسينيك 82 فيه عنده أيضا state أعلى من ground state مثلا نفترض الارسينيك فيه عنده state مثلا عند مثلا العشرين ميجا إلكترون فورت عنده أيضا state آخر عند مثلا 25 ميجا إلكترون فورت يفترض يفترض أنه الستيت هذا يضمحل إلى state اللي هو مقدار 20 ويطلق الطاقة هاي على شكل إشعاعات كهرومغناطيسي لكنه لا يفعل ذلك لا يفعل ذلك إذا إذا وجد هذا الارسينيك عند الستيت اللي يحمل الطاقة 25 لا يضمحل أبدا فلما يكون الارسينيك عند هذا الستيت اللي هو فوق ground state ولا يضمحل أبدا ما يفقد طاقته أبدا يسموه هذا الستيت يسموه آيزومار يسموه آيزومار رايحين نشوفها إن شاء الله هذه عبارة عن خارطة الخارطة الأنوية الموجودة معنا و أنا يجب أني ذكرت عفوا احتمال أني ذكرها بالأخير طبعا أنا بدي أتوقف هنا ما بدي أمشي أكثر من ذلك لكن بدي أرجعك إلى الوبسايت في عنا في الوبسايت ووبسايت معين نستخدمه وراحين نستخدمه في هذا الكورس كثيرا الذي يسمى NNDC NNDC اكتبه على الجوجل NNDC واضغط على Enter NNDC واضغط على هذا NNDC اسمه Brookhaven National Laboratory Brookhaven هذا عبارة عن سيرفر أمريكي سيرفر أمريكي يجمع فيه المعلومات النووية الخاصة بالأنوية إذا كبسنا عليه إذا كبسنا عليه تطلعنا هذه الشاشة لسه ما كمنات هذه الشاشة هاي الشاشة هاي الشاشة تحتوي على معلومات كثيرة جدا أنا خليني بداية بداية أو مرضم هذا الكورس أنا يهمني chart of nucleides chart اللي هي or land escape or chart اللي هي خارطة الأنوية اضغط على خارطة الأنوية هذه نفس خارطة الأنوية اللي شفناها هنا هاي نفسها هاي نفسها هاي خارطة الأنوية الآن هاي خارطة الأنوية هاي موجودة الآن خارطة الأنوية بدي أبحث عن أي نوة أنا كنت أتحدث والله عن كاليسوم 42 قلينا نشوف الكاليسوم 2 شو نكتب شافين هذا المربع Go نكتب 42 اللي هو العدد الكتلي راح لاحظوا نتعامل معك عدد الكتلي ورمز الذرة اللي هو نتعامل معك حتى لو كانت خارطة الأنوية نضغط على Go الآن فتحلي على هذه النوة كيف فتحلي على النوة تقولوا أنه بعده لكن لو نزلنا تحت لاحظوا طلع علي كاليسوم 42 20 كاليسوم 42 20 طلع علي بعض معلومات منها هاي الرمز راح نتعرف عليه لاحقا قلتلكو هذا الفصل الأول يكون هيفي شوي هاي سموها نصف العمر زمن نصف العمر شو كاتبين تحت Stable Stable طيب الآن خليني أكبرها أنا الزوم عندي هنا الزوم عندي 7 خليني نروح على الزوم 1 خليني أكبرها شوي هاي الزوم 1 لاحظوا هاي الحول ال Pink Square Pink Square هاي كاليسوم 42 كيف جاي لونها اللون الأسود هاي Stable هاي Stable لاحظيني يا جماعة هاي Stable وكثير من المعلومات مكتوبة عنها كثير جدا من المعلومات مكتوبة عنها راح نأتيها إن شاء الله أول بأول أول بأول الآن خلينا نأتي إلى ال Energy Level ال Energy Level لاحظوا أنه ال Energy Level إلها إيش صفر 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 هذا ال Grand State إلها خلينا نذهب إلى نوع أخرى مثلا خلينا أذهب إلى هذا النوع ممكن تختار عن طريق الماوس مثلا هذا النوع هذا النوع طلعتنا بهذا الشكل لاحظوا نصف العمر إلها 182 مايكرو سكند يعني أقل أقل من 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 ثانية أقل من ثانية نصف العمر يعني هاي غير مستقرة هاي غير مستقرة ال Ground State إلها صفر خلينا نذهب إلى ال Arsenic اللي حكيت لكم عنها 82 AS 82 AS هاي ال Arsenic هاي ال Arsenic لاحظوا يا جماعة هاي ال Arsenic عندها 2 لفرز عندها ال Ground State هذا ال Ground State اللي هو صفر صفر يعتبر يعني أنه يعني هذا أقل مستوى طاقة أقل مستوى طاقة يسموه صفر صفر هنا في عندي مستوى طاقة أعلى منه اللي هو إيش اللي هو عبارة عن 147 بالألف بالألف طبعا ميجا إلكترون فورت ميجا إلكترون فورت فلاحظوا هذا مستوى طاقة ثاني هذا مستوى الطاقة إذا وجد ال Arsenic ضمن مستوى الطاقة هذا فإنه لن يضمحل إلى الصفر صفر لن يضمحل هاي لا تعتبر طاقة زائدة بل هذا يعتبر Stable State Stable State كأنه Ground State آخر فإذا وجد ال Arsenic ضمن هذا الستيت سيبقى سيبقى فترة طويلة ضمن هذا الستيت هذا الستيت شو يسمى يسمى إذا وجد ال Arsenic ضمن هذا الستيت يسمى ال Arsenic آيزومار يسمى آيزومار هاي بالنسبة لمحاضرتنا لهذا اليوم يعطيكم العافية ودمتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر